سيدي كريم هل تعتقد بأن بوتين فعلها عزيزي بإجابة سريعة أقول أن المشهد لم يغب عنه بوتين ولا أسلم بأنه قتل أصلا يعني هناك من يقول وهذا ليس شطط وليس بخيال غير مسبوق بأحداث سياسية كثيرة الشخصية موضع التساؤل والطرح شخصية مثيرة للجدل دخلت المسرح وخرجت منه أكثر من مرة بأسلوب دراماتيكي غير مسبوق بمعنى أن هذا الرجل الذي وصفه بوتين هو قدم التعزية كما تفضلتم أستاذ أحمد لضحايا الطائرة المنكوبة هو لم يخص بطبيعة الحال بعدها انتقل بتخصيص إلى ذكر بريجوجين فماذا وصفه؟ قال أنه كان talented business man بمعنى هو تعامل مع هذا الشخص حتى في اللحظة التي خرج منها من مسرح الأحداث على الأقل في نظرية قتل أم لم يقتل هذه سنعود لها لاحقا ولكن لم يصفه بالمقاتل لم يصفه بالرفيق لم يصفه بالذي مثلا تصدى لمهام وقضايا تعني روسيا الوطن الأم هو وصفه منذ البداية بأنه يعرف هذا الإنسان منذ بدايات عقد التسعينيات وهذا عقد حساس جدا بالانتقال الذي شهدته روسيا بالتخلص من حقبة يالتسن وقبلها جورباتشوف والانتقال بروسيا التي يبنيها أو يقول بوتين بأنه حريص على بنائها فهو وصفه بأنه رجل أعمال موهوب اعترف ربط فورا بعد ذلك بأنه لا ينسى التضحيات التي قدمتها فاغنر ولاحظ أيضا خصصة في مقاومة ومحاربة النازية في أوكرانيا بمعنى هو يتحدث عن الشخص بصفته الشخصية ويتحدث عنه أيضا بصفته الرئيس لفاغنر قائد فاغنر بعدها ينتقل بأنه أمر بتحقيق وصفه بالصحافة الروسية حتى المقربة من فاغنر بأنه تحقيق جنائي بمعنى أن الموضوع أبقى في إطار أنه قد يكون جريمة أبقاه في الحدود الروسية للملف وقد أحسنت صنعا عندما أشرت منذ البداية أن هذا الأمر تم على الأقل من ناحية نظرية بتسلس الأحداث في الأجواء الروسية وسقطت الطائرة أيضا على الأراضي الروسية قضية البرازيل يعني يتزامل أيضا الحدث مع بريكس ويا لها من مصادفة برازيل من الدول المؤسسة لهذه المجموعة ولا أعتقد أنها معنية بأي شكل من الأشكال بأن تزاحم المحقق الروسي إذن بوتين يملك زمام خيوط المشهد بأكبره يملك بأنه هو الذي قدم شهادته على بريكووجين كشخص وأيضا تحدث عن فاغنر كقوة قد نعود لها لاحقا ما هي الميزة الخاصة بها وأيضا بأن ما جرى هو حدث مأساوي بمعنى عندما يقول أنه حدث مأساوي بأنه يشير إلى احتمال ضمنا بأن هذا الأمر قد يكون ناجم عن خلال فني ثلاثين ثانية التي أظهرت بأن الطائرة ورصدت هذه المسائل أنه كان هناك صوت لانفجار قبل أن تهوي وتتحطم على الأرض إذن انفجار تم في الطائرة أن تعرضت في مشاهد لهذه الثقوب في هيكل الطائرة هذا يحتاج إلى نظرة من الخبراء المتخصين هل هذه الفتحات من الداخل للخارج أم من الخارج إلى الداخل لأنها ستكون الفارق بين هل هي نيران تعرضت لها الطائرة من الخارج بمعنى قد تكون دفاعات جوية S300 أو قد تكون طائرة أوكرانيا زيلنسكي سارع فورما يقول لا علاقة لا لا على الإطلاق في هذه الحادثة فهو ينفي شبهة أن تكون طرف خارجي مسؤول عنها وهناك نفي بأن روسيا هي التي أطلقت لأنها لا يعقل أنها لا تعلم أن هذا الهدف هو غير معادي يعني هذا الأمر على الأقل من ناحية الفنية منضبط انضباطا تاما لا يمكن للبس في هذا المضوع هذه ليست إيران تسقط طائرة أوكرانية وتقول عفوا نحن اعتقدنا هنا هدف معادي طائرة الركاب التي ما زال اللغز حتى الآن لم يحلو التعوضات قائمة المسألة الأخيرة اللي أريد أن يختم بها هذه الجزئية عزيزي أن هناك من رصد أن هذه الطائرة صعدت وحلقت على ارتفاعات شاهقة بعد هبوطها المفاجئ باتجاه الأرض بمعنى أن شيء ما حدث قد يكون ميكانيكي بمعنى ميكانيكي بعد يتعلق في الطائرة فقدت ضغط جوي فقدت محرك أو وهذا وارد جدا وقد يكون له صلة في قضية ثقوف هيكل الطائرة قد يكون تم شيء داخل الطائرة بمعنى عراك عراك الاكتشاف مثلا أن هناك عبوة أو أن الأمر بدأ بملاسنة وهنا قضية الشخصية عزيزي مهمة جدا بريغوجين رحم الله كل ميت إن كان في دار الحق وليس بعد على قيد الحياة شخصية مثيرة الجدل لديها نوع من النزق لديه غرور طموح قاتل بمعنى أن هذه الشخصية سريعة الاشتعال وانظر ماذا جرى في ما سمي بأنه انقلب على بوتين يعني انقلب على بوتين وطعن بوزير الدفاع ورئيسها كان في روسيا الاثنان بقوا في منصبهم هذه يعني لافتة للانتباه وفي المقابل بريغوجين الذي لا يخفر بوتين الخياني أبدا سامحه بشفاعة رئيس بيلاروسيا رئيس بيلاروسيا الذي ماذا كان يقول قبل فقط مجرد أسابيع كان يقول للرئيس بوتين بأنني أحاول الضبط فاغنر لأنهم متشوقون لذهاب لبولندا وعوض عن ذهاب لبولندا فجأة نرى رئيس فاغنر في أفريقيا يقول أن الآن فاغنر تقوم على دور جديد لمصالح روسيا بعدها فقط في يومين تتم هذه المسألة فهل تجاوز بريغوجين الدور المناطبه أكثر من مرة وغفر له أو التسامح أو غض النظر بوتين أول مرة عندما وصلت الأمور إلى أفريقيا وهذا التلاسل الآن بين عدد الدول وروسيا تطرح نفسها بأن الدولة التي ليس لديها أي طموح إمبريالي في أفريقيا وأنها في غاية السعادة لطرد بين قوسين الأفارقة للفرنسيين كمستعمرين وتراجع الدولة الأمريكية في هذا التوقيت يأتي بريغوجين ويتباهى في عنجوهية بأننا نحن هنا ونحقق مصالح روسيا إذن هو كأنه يقول أنني مرتزق وأن روسيا دولة إمبريالية وأن المسألة ليست مكافحة النازية والنازيين جدد في أوكرانيا وإنما هجامني هذا الدور الروسي الذي ينتشر في عدة قرات ويتباهى بأنه يبدو أن الأمر بلغ بوتين بطريقة أنه لابد من إخراج بريغوجين من الساحة ومن المشهد لأنه يضر بروسيا بسمعة روسيا يضر بفاغنر ويضر بمصداقية الرئيس بوتين عندما قال بأن حرب بأوكرانيا ليست إلا حرب ضد النازيين وليست أي مسائل أخرى تتعلق بالتوسع الروسي ترجمة نانسي قنقر